عبد الرحمن هذه من أسبانيا تقول يقاب الخطيب لكن من بين أحاديثي أرى بأنه يحب التحدث عن نفسه حتى في الأشياء غير المهمة ويتملق أخشى يكون النرجسيا لا أعرف ما الذي يجب أن أفعله أختي معبد الرحمن من أسبانيا بارك الله فيك أولا أختي الفاضلة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضى من الدينه وخلقه فزوجه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريق فإذا كان الرجل مرضية الدين والخلق طيب أنه يقبل لأن في الغالب أن هذا الجنس من الناس يمنعه دينه وأخلاقه من أشياء كثيرة ولذلك المرأة في الغالب تعيش في حالة من الأمان والطمأنينة والراحة والسكينة مع هذا الزوج الذي يخاف الله عز وجل أن الدين يمنع الدين يمنع والأخلاق كذلك هذا الأمر الأول الأمر الثاني الناس تختلف أختي الفاضلة من حيث الحديث عن النفس فمن الناس من يبالغ يضفي على نفس أشياء مثلا قد تكون يعني غير واقعية أو يكون لها أصل لكن يضيف إليها أشياء يعني ما ينبغي ومن الناس من يكتم حقيقة يعني بعض مناقبة وبعض صفات مثلا ما يحب أن يذكرها فلكن أحيانا خاصة في فترة الخطوبة يعني تعلمين بأن بعض الرجال يحب أن يستعرض ويذكر بطولاته وعنترياته ويعني بعض أموره فيمكن يتحدث حتى يتقرب إليك أكثر فما أعتقد بأن هذا النوع يصدق عليه النرجسية لا النرجسية مرض النرجسي رجل مريض النرجسي ما يرى إلا نفسه ولا يرى بأنه يرتكب خطأ أو أنه ممكن أنه يقع في الخطأ هذا نوع من الشباب قد يكون موجود أختي الفاضلة وهو يتحدث عن نفسه مثلا حتى يعني يتقرب إليك أكثر كون خطبك مثلا فلذلك كنت الفاضلة لا تحكمين عليه على ضوء ما سمعت مثلا لكن ممكن أنك تصبرين تكتشفين يعني بعض الأشياء تسألينها مثلا بعض الأسئلة اللي مخالفة لما يذكر مثلا فمثلا تسألين عن دراسته هل فشل مرة من المرات في دراسته مثلا هل رسب في مادة من المواد شيء في حياتها الأخرى تكتشفين بعد ذلك أنه هل هو نرجسي أم غير نرجسي هذه نصيحتي لك بارك الله فيك موسيقى